السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايا بقلب طلاب تلتة سنة وعمل يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة. اللهم صلى على محمد وعلى عليه وسلم. ان شاء الله هنحل مع بعض من صفحة اربعة واربعين. حد صفحة واحد وخمسين من كتاب المعاصر على زمن الماضي البسيط. والماضي المستمر. عايزك تركز معها جدا جدا. وهم زمنين سهلين جدا وانت خدتم قبل كده. اه واكد عندك معلومات اه عنهم. هنفكر بعض بس بآآ بعض التفاصيل البسيطة. وهنحل شوية جمل حلوين. آآ نفتكر بهم التركات وايه الحاجات المهمة اللي لازم تركز عليها. تمام? والازمنة دي يعني الازمنة في حد ذاتها نادرا ما بتيجي فين في نادرا ما بتيجي في الامتحانات. الازمنة نادرا ما بتيجي في الامتحانات. ولكن احنا لازم نركز عليها لاننا بنستخدمها في حاجات تانية بعيدا عن اسئلة الامتحانات. بتخدمها مسلا لو نحو تتكلم اه بتكتب معقول مسلا في الماضي لازم تعرف في الماضي. آآ بترجم جمل في الماضي لازم تعرف في الماضي. القطعة مسلا قبلتك حاجة لازم تعرف الزمن الصح عشان تعرف تترجم وتفهم القطعة صح. تمام? آآ مسلا حد بيسألك حاجة وانت بتكلم حد اونلاين فانت محتاج انك تعرف آآ الماضي البسيط والماضي المجتمع. تمام يا شباب? هركز مع بعض ونشوف الجمل فيها ايه? وسهلة وبسيطة ان شاء الله. وبعض النقاط البسيطة جدا اللي ممكن تلقبط هنشرحها بالتفصيل. آآ هنحلها آآ مع بعض ان شاء الله وكل حاجة هتبقى سهلة وبسيطة. بس هاتك بس تجيب معك ايه كشكول كده ولا حاجة. ممكن يكون في نقطة ولا حاجة اقولها لك آآ معلومة اكتب دي مهمة عشان ما تنساهاش بتتنسى عشان ما تنساهاش اكتبها. فتكتبها براية. تمام? آآ قبل ما نبدأ ما تنسى تعمل لايك بالفيديو. تعمل آآ تعليق قول اي حاجة في التعليق بالشرط حاجة معينا. ولو انتش مش تشترك معي في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. نقول بسم الله. اول جملة بقول لك هنا يا شباب تمام عندي كلمة دي بتدل علي يا شباب معناها منذ منذ ساعتين. عايز اقول ان سما ساعدتني في الواجب بتاعي منذ ساعتين. بتدل على الماضي البسيط. طبعا اخره دي ماضي بسيط. مش هتنفع لان سما هي الفاعل فمش هتنفع جبها مبني المجهول. ده مضارع بسيط. اخره مش هتنفع. برضو مش هتنفع لان اول ما بديش معه المفرد. تبقى تبقى يا شباب دي بسمة ساعدتني في الواجب منذ ساعتين. طبعا عايز اقول انا تمت مساعدتي في الواجب برضو ايه منذ ساعتين. هنا بقى صيغة المبني المجهول في الماضي البسيط تبقى تبقى يا شباب او زائد الايه يا شباب زائد التصريف التالت. ها زائد التصريف التالت. لزي ما قلت لك قبل كده. اول ما تجي تحل الجملة لازم تركز وتسأل نفسك سؤال الاول. هاي الجملة دي مبني المعلوم ولا مبني المجهول. تمام? عايز اقول هنا انا تمت مساعدتي في الواجب منذ ساعتين. مش هتنفع لان المفروض. ايوة. تبقى يا شباب. ليه? لان ده ده مفعول. الايه هنا مفعول. تمام? مضارع مش هتنفع. برضو ايه? مش هتنفع هي ايوة باتكلم فين في الماضي. مش ام في المضارع. امي فعلت ذلك. اه يبقى انا عملت اللي غدا ولا ماما? ماما يبقى انا ما عملتش. لا انا ما عملتش ماما اللي عملته. ايه هنا فاعل. فمش هتنفع. لان دي مبني المجهول. ولا برضو. دي مبني المجهول. يبقى تبقى انا لم اه اه او اطبخ الغداء ماما فعلت ذلك. تمام? طب هنا مفعول به. تمام? لم يتم طهي الطعام بواسطتي. ماما فعلت ذلك. عايزة برضو نفيه ولكن في صغط المبني الايه? للمجهول. دي مبني المعلوم كوك ده مش هتنفع. للمجهول ولكن ايه? مسبتة. انا عايزها منفية. تمام? عايزها منفية. لم افعل. لم اه اه اكن بطهي الطعام. او لم يطهى الطعام بواسطتي. ماما فعلت ذلك. مش هتنفع لانها دي هي تبقى ايه? مبني المعلوم. انا عايز مبني المجهول زي ما قلنا. وزأ وزأت التصريف الثالث وهنا هتبقى وزأت علشان معنى الكلام نعفي. تمام? اولا ده سؤال يبقى لازم يكون مبادئ. يا اما بفعل مساعد يا اما بقى استفاهم. ده بدأ بيوه يبقى هستبعدها. تمام? وده بدأ بيوه يبقى هستبعدها. تمام? هل اخذت الاطفال المدرسة في سيارتك? ولا دي هتبقى صغط مبني المجهول. مش هتنفع مبني المجهول هنا. ليه? لان تتبقى المجهول عادي. ولكن المفروض المفعول اه او مفروض ما يبقاش في فاعل. ما يبقاش في ما يبقاش في يوه. تمام? انما هتبقى مبني للمعلوم. هتبقى مبني ايه? للمعلوم. انما المبني المجهول بقى هتبقى ايه? هتبقى دي بقى. تمام? هل الاطفال اخذوا اخذوا للمدرسة عربيتك? ده سؤال برضو. تمام? يبقى هستبعد لانها مش علامة استفام او فعل مساعد. وهستبعد لان ده المفعول. تمام? قلنا صغط المبني المجهول في الماضي ايه? زائد التصف التالت. تمام? لو قلنا هل انت اخذت للمدرسة في عربيتك? تب فين المفعول? اخذت ايه? ما هو لازم يجي معها مفعول. يأخذ. لازم تأخذ حاجة. انما لما قول هل اخذ الاطفال للمدرسة في سيارتك? اه كده المعنى تمام. مبني المجهول? تمام. مبني المعلوم? مش هتنفع. لما كان جايب لي هنا كانت نفعة. هل اخذت الاطفال? تمام يا شباب? تمام. اما اقل له عملت ايه عشان تحيل المشكلة? انا دفعت الفاتورة. لما اجيب السؤال بفعل استفام لازم اجيب اداد استفام فعل مساعد فعل في المصدر. تمام? او فعل اساسي عموما يعني. قلنا الكلام في الماضي فهيبقى فعل في المصدر. مش فعل مساعد فهيستبعد. وهنا برضو هستبعد. طب مش هتنفع تمام? لازم فعل مساعد وفاعل. ماذا فعلت? هي نفس الجملة ولكن هتبقى مبنيا مجهول. ماذا تم لايه? لحل المشكلة. طب بتاع نشوف هي نفس الجملة اللي فوق. طب الاختراض هي المختلفة بقى. مش هتنفع. ليه مفوض? طب في ان الفاعل هنا لازم ابي يبقى في فعل هنا. لازم يبقى في فعل. طب اجيبت الفعل مساعد وفاعل يبقى لازم يبقى في فعل. ما فيش فعل يبقى مش هتنفع. وهنا طب اجيب مش هتنفع. برضو مش هتنفع. لان المفروض ابدأ ايه? اسفع لمساعد. ماذا تم ايه شباب? ماذا تم لكي تحل المشكلة? اما ايه او لكي تحل المشكلة. انا دفعت الايه? الفاتورة. كانت متعودة اللي هي تكون بافضل ما لديها في المدرسة. بعدها يبقى مش هتنفع. ممكن مش هتنفع. ما فيش قبل او 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 مش هتنفع. يبقى عقل طول كده برضو مش هتنفع يبقى to do lean got used here best at a school قبل got used to لما يقبلها was or where or got or became بقى بعدها الفرب to and ing يبقى do مش هتنفع to do مش هتنفع لان في got to doing ايوة هتبقى used to doing doing بس مش هتنفع ولكن i watching football matches in the stadium عند الفرب هنا ايه ing ايام ممكن بس لا مش هتنفع لاني ما فيش قبلها was or become or got مش هتنفع برضو لازم يكون قبلها حاجة يملو انه used for برضو مش هتنفع was used for ليه يا شباب لان دي معناها يستخدم لي انما هنا مش معناه يستخدم دي هنا معناها انا متعود يبقى ايام يوز دي تو ايام يوز دي تو اللي بعدها اه was used paper ولكنه القط هنا بقى معناه يستخدم في او يستعمل في ها عايز اقول صنع الورق طيب ما قلت شيء was aware we used يا اما تو والمصدر يا اما for والا اي ان جي for والا اي ان جي for making اه تنفع يستخدم لصنع البيبر صح to making to مش هيجي مع دها to make اه تنفع يبقى ايه وسيل دي تنصح معناهم يستخدم لي بيجيب اسم الشيء وبعدين was aware على حسب الشيء ده مفرد او جمع وبعدين used to في المصدر او الفعل في المصدر او رقم خمسة بقول لك هنا كلمة the other day دي معناها مؤخرا وبتدل على الماضي البسيط meet مضارع مش هتنفع meet ماضي ممكن have meet مضارع تام مش هتنفع i am meeting مضارع مستمر مش هتنفع لان دي بتدل على الماضي البسيط يبقى يا شباب مت اللي بعد كده رقم تلاتة او من يتستطيع بلك تمام في البيت مبارح ماضي يبقى اختار ماضي تمام ده مضارع تام هستبعده المكلم في الماضي البسيط لان في yesterday دي ابدا 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 didn't او did ما بيجيش مع بي wasn't ولا wasn't being برضو ما بتجيش هنا مش صغط مبني المجهول مش صغط مبني المجهول عشان جيب هنا هتبقى ايه وطبعا بتجي في المبني المجهول مع الماضي الايه الماضي البسيط الماضي المستمر بتجي مع الماضي المستمر زي ما هنشوف قاعد يبقى مستر اشرف لم يكن في البيت بالامس واحد يقول لي مستر اه انت قلتل قبل كده اللي بيدل على المضارع التام هاخد هافنت على طول طب ماشي همش معك الاخ هافنت مضارع التام بيكون من ايه من هافنت والتصف التالت مين تصف التالت هنا مفيش تصف التالت يبقى هستبعد هافنت واستبعد هادنت كمان لان برضو هادنت بيقى بعدها تصف التالت هادنت بيقول لك ايني يبقى نافي يبقى didn't have ايني بتجي في النافي didn't have هاد مش هتنفع اي قلت يو بكوز اي هو توق يو تابلت انا اكلمتك لاني عرفت مين اللي خد التابلت بتاعك بتكلم في الماضي ماضي وهنا هو مان اخزها يبقى فهم ماضي كله مش هستعمل ايه مش هستعمل مستقبل ممكن دي مضارع مش هتنفع ما بيجيش ابدا يبقى did no دي معناها ايه شباب انه بجيب الفعل المساعد قبل الفعل عشان اكد ان انا عارف الحاجة دي او ايه الحاجة دي مزبوطة مهمة جدا دول بقى الحاجات المهمة اللي انا كنت اقول لك ركز ايه i'd rather you my tablet i'd rather معناها كنت اتمنى so i wish don't take ولا haven't taken ولا didn't take اقول ان كنت اتمنى اللي انت متاخدش التابلت بتاعي او اتمنى اللي انت متاخدش التابلت بتاعي تمام اه هنا يا شباب قلنا لما ييجي بعدها فاعل بجيب ماضي بسيط i'd rather لما يجي بعدها فاعل زي ده بجيب ماضي بسيط هنا تمام بس لو في تعبير الزمن بيدل على الماضي بجيب ماضي تام زي الجملة اللي بعدها في الماضي البسيط هنا يا شباب haven't taken مضارع تام مش هتنفى hadn't taken ماضي تام مش هتنفى don't take مضارع بسيط مش هتنفى didn't take تمام i'd rather بعدها فاعل اكتب ماضي بسيط لو ما فيش تعبير زي مني بيدل على الماضي انما لو في تعبير زمني زي ده i'd rather you my tablet yesterday اتمنى انا متاخدش التابلت بتاع مبارع يبقى جيب ماضي تام فين ماضي تام ضم مضارع بسيط ضم مضارع تام hadn't taken تمام didn't take برضو مش هتنفى اتمنى الحلتة دي مهمة جدا جدا يا شباب وبتلغبط وبتتنسى هي مش بتلغبط هي بتتنسى بتتنسى تمام طب i'd rather يلا تحت حالات لو بعدها فاعل ومفيش تعبير زمني بيدل على الماضي بجيب ماضي بسيط طب لو بعدها فاعل وفي تعبير زمني بيدل على الماضي بجيب ماضي تام طب لو مفيش بعدها فاعل بجيب مصدر بجيب ايه مصدر تمام تعال نشوف الماضي المستمر ولكنه الساعة تمبارح حدد دلوقت اللي حصل فيه الحاجة بالامس او في الماضي ده معنى اللي هو ماضي مستمر كان بيصلح المحرك العروية بتاعتي او تفحص ده مضارع مش هتنفى مكان في الماضي برضو ده مضارع في المبني المقول مش هتنفى ده ماضي اه مستمر ايوة ماضي مستمر طب خدت الماضي مستمر لليه مستر مبني المعلوم لان هنا الميكانيك هو اللي كان ايه الفاعل في مبني المعلوم انه ده مبني المجهول لو بدألك بالنجن يبقى ايه زي الجملة دي الساعة هتنبارح عربيتي او محرك عربيتي كان يفحص ماضي مستمر في المبني المجهول والايه والتصريف التالت مضارع مش هتنفى وهنا دي مبني المعلوم مش هتنفع رمز بتاعك كان بيتكون بالحسة على سبعة ونص بالزبط جيب لو وز وبعدين التصريف التالت يبقى انا عايز ايه في الصغة المبني المجهول بي ولا بين ولا بيينج ولا هافينج هتبقى بيينج تمام صغة المبني المجهول في الماضي المستمر بجيب وز او ايه يا شباب او وير وبعدين بيينج ولو تلاحظ ان كل الافعال كل الازمانة المستمرة بجيب معها بيينج زائد الايه يا شباب التصريف التالت زائد التصريف التالت صغة المبني المجهول في الماضي المستمر انما الماضي البسيط مفيش بيينج تمام؟ فانت تركس تمام ولكنة بينما سالما كانت تسبح في الهمام السباحة جدتها عمتها او خليتها كانت بتستمر الموسيقى بتكلم في الماضي مش تنفع مضارع ده مضارع برضو مش هتنفع مش هتنفع المصدر تمام؟ يبقى تبقى مضارع ماضي مستمر حدثين كانت بيحصلوا في نفس الوقت مفيش حد بيأسرع التاني يبقى الاتنين في الماضي المستمر عايز اقول ما زي حدث عندما رأيتك بالامس بالامس دي بتدل على الماضي يبقى هستبعد اي حاجة مضارع ماضي ماشي ده مضارع تام هستبعده هستبعد برضو تمام؟ تمام ما بيجيش قبلها في المساعد يبقى ايه؟ او ما بتتبناش للمجهول مش هنفع جيب واضي تصريف التاني كده تبقى ما بنية المجهول يبقى ماذا حدث عندما رأيتك بالامس رقم خمسة معايا هنا مهمة جدا جدا للشباب اللي هي والحاجات دي في غاية الاهمية ولكن سهلة جدا ان شاء الله عايز اقول بينما كنت اخذ حمام دوش الايه؟ التلفون بتاعي هنا زمن الجملة هنا ايه؟ هنا مضارع ماضي مستمر ماضي مستمر واضي ويجي بعدها عادي ماضي ماضي مستمر وين برضو عادي يجي بعدها ماضي مستمر لأ مش بيجي ماضي مستمر تبي che to eb عادي من كل يجي بعدهم ماضي مستمر وجملة الثانية ماضي بسيط شوور رانج او رانج توايس انا كنت باخد شوور حمام او شوور دوش يعني عندما رأنا تلفون زمن الجملة هنا يا شباب ماضي بسيط وهنا ماضي مستمر ما ينفعش يجي بعدها ماضي بسيط. تمام? ما ينفعش يجي بعدها زمن اصلا. مش هينفعه. يبقى يبقى ممكن يجي بعدها ماضي مستمر وماضي بسيط. انما بيجي بعدها ماضي مستمر فقط ماضي مستمر فقط اللي هو عايز اقول هنا ده يا شباب ده دوشي ها اسم ما بيجي بعدها اسم وان مش بيجي بعدها اسم وان ممكن يجي بعدها آآ فيربا اي جي او لقو بي مش هتنفع او بي تمام هي هتبقى لان بيجي بعدها طبعا انت عارف بيجي بعدها الاسم دورنج بيجي بعدها يا شباب الاسم رقم اربعة ولكن دوينج هومورك دوينج هومورك عايز اقول بينما هي بتعمل او اسناء عمل الواجب او اداء الواجب هي يعني نادرا ما كانت تضع نظارتها وبعدين فيربا اي جي او تنفع صح ما في شئ المشكلة او لان بيجي بعدها فيربا اي جي برضو عادي تمام ووين عادي برضو ممكن يجي بعدها فيربا اي جي تمام فهنكون ايه اي وبي و سي صح عند وصولي او عند مغادرتي دي معناها مغادرة عند مغادرتي صفر وكده يعني اه شعرت بتبطر شديد وحزن تمام ويل ما بيجيش بعدها اسم وين ما بيجيش بعدها اسم از ما بيجيش بعدها اسم حتوبة ان ليه ان يا شباب وايه استخدام زي ما قلنا اللي هي بتيجي في الاحداث المتتبعة احداث المتتبعة اللي ما فيش فاصل زمن منهم بينهم هي عند المغادرة يعني وهي ماشية عمد يعني حصل يعني توطرت وشعرت بالحزن ويمكن عيطت كمان تمام فما فيش فرق وفاصل بين مغادرتها وحزنها وبقاءها تمام يبقى يبقى ايه شباب بيجي بعدها يا ام اسم يا ام اسم يا ام اسم تمام في حتة هنا وهو مش جيبها اللي هي احنا قلنا بيجي بعدها اكتب كده موضي مستمر تمام او اي 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 بعدها او بعدها حرف جر ومكان ما تنسهاش سجلها عندك نحل بقى يا شباب على زمن الماضي المستمر والماضي البسيط ككل اه ونشوف في ايه بولك هنا باباها كان عنده تمامين سنة عندما ايه توفى هاز دايد واللي هاد دايد واللي واز داينج طبعا هتكون دايد لان هو خلاص مات الله ارحمه فمش ينفع عجيب مضارع تام ولا ماضي تام ولا ماضي مستمر لان معناها يحتضر ولكن برضو مش هتنفع لان باتكلم لما مات كان عنده ايه تمامين سنة خلاص انتهى الله ارحم عمي اشتغل مدير مبيعات لمدة كام عشرين سنة اه لكن الان هو ايه عنده الخاص بتاعه يبقى الشغل بتاعه اللي كان في المبيعات دا خلص ولا لا خلص تب انتهى خلاص خلاص بقى محد ماضي خلاص بقى ماضي بحت اه بقى ماضي بحت مش هتنفع ماضي تام تمام لان الماضي التام حدثين في الماضي حدث حصل قبل حدث تمام حدث حصل قبل حدث بعد مستر يقول لت اما ده حدث حصل قبل حدث اهو اقول لك لأ بس الحدث ده انتهى تمام وما فيش تعبير زمن بيدل على توالي الحدثين زي مسلا بيفورو افطر والحاجات دي بتكلم في الماضي من عشرين سنة برضو مش هتنفع لان باقينا مضارع تام مضارع تام مش هنفع يجي مع الايه الماضي البسيط اه يبقى هتبقى هتبقى ايه دي مش ماضي بسيط ولكن هي ده الزمن بقى في الماضي خلاص انتهى يبقى ايه زمن في الماضي وانتهى اه اللي بعد كده يا شباب بينما كنت اتناول العشاء شخص ما ضرب الباب او رن على الايه رن جرس الباب ولا 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 بيجيب بعدها الفرب بلس اي 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 جي يبقى قال له واعد يقول له مستر هيف ليه جبتها في اله في اله بربا اي جي يعني هنا معناها يتناول مش يمتلك لو معناها يمتلك يبقى فعل امتلاك لا يضاف له اي 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 جي انما بيجيب كزا معنى هنا معناها يتناول مش هتنفع لان ما بيجيب بعدها ماضي ماضي بسيط ام هافنك ده مضارة مستمر مش هتنفع لان ايه واي اللي بيجيب بعدها ماضي مستمر هاد ماضي بسيط برضو مش هتنفع ولكن افطر هي هادك زمن ده اثليت ايه ده بقى الماضي التامن اللي بقول لك عليه بعد ما هو تفحص الايه الاثليت الشخص الرياضي ده ده الدكتور اعطاه الايه الازن اللي هو ايه يشارك في المسابعة ده ماضي تام تمام وفي تعبير زمن اهو يبقى لازم اجيب ده ماضي بسيط تمام هتبقى ولا ولا الماضي البسيط هتبقى تصف تالت مش هتنفع ماضي تام مع ماضي تام مش هتنفع ماضي مضارع بسيط مع ماضي تام مستحيل انا شعرت بمرض شديد او مرض يعني صعب جدا اه لذلك عدت او رجعت الى ايه الى المنزل ولا 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 كلمة دي نوعها يا شباب اسم مين من دول اللي بيجي بعضهم اسم انا عايز اقول انا شعرت بمرض اثناء اثناء الايه الحفلة لذلك ايه رجالت على طول روحت البيت طبعا هتكون واحد يقول له مستطر اللي مش اكيد لما بتحس بتعبد ايه مسلا بتقعد شوية بتستريح اه ممكن تبقى كويس بتشرب ميا مش عارف ايه فممكن تاخد وقت على ما تروح او ما تكرر تروح انما فمش ينفع اقول اون لان اول ما حس بجع بسيطة ام روح على طول مش حد بيعمل كده لا بيقعد يستريح شوية تبقى تشرب قبات ميا تبقى في حتة تروح مش عارف ايه بيفيه وقت وفيه فصل بين الحدثين فتبقى ديبقى دورينك. what at 7 pm yesterday. yesterday بيدل على الماضي يبقى استخدام ماضي. are you doing or مضارع مش هتنفع. were you doing هنا حد دلوقت اللي حصل في الحاجة الماضي ممكن ديت بصحة. have you done I have دي مضارع تا مش هتنفع. you were doing ما ينفع شكيب where uh you قبل where مفهود where you dying. تمام? ماضي مستمر. ماضي مستمر. when we arrived دي عندما وصلنا the manager and we had to wait for a few minutes. احنا كنا مضطرين ننتظر ايه بعض او القلي من الدقائق. عندما وصلنا the manager المدير كان ايه آآ عايز اقول كان بيعمل مهمة مستعجلة لذلك اضطررنا الى الانتظار قليلا. يبقى احنا وصلنا وهو كان مشغل في الموضوع ده. يبقى عم يبقى ماضي مستمر. ماضي تام مش هتنفع. is doing? ده مضارع مستمر عن ماتكلم في الماضي كله. was doing? واللي have done? have done مستقبل مش هتنفع ماتكلم في الماضي عن حدس كان مستمر. هما وصلوا والايه? والحدس ده كان مستمر يبقى ماضي مستمر. جده عايز اقول كان متعود اللي هو يعمل آآ يزبط الجنينة وكده بكل يوم الصبح لكن الان او في الفترة دي هو ايه? بقى مرهق ومتعب جدا. مش هتنفع اللي اللي بتكلم في الماضي يبقى. مش بتكلم في النصيحة هنا. ولا اول مش بتكلم في المستقبل انا بتكلم ايه? كان متعود. انما الوقتي ما بيعملش. تمام? اللي بعد كده ايه وين عادل. عايز اقول انا كنت بتناول الغداء او العشاء عندما وصل مين عادل. لذلك انا طلبت منه يعني بحرارة اللي هو ايه ايه يشارك معايا الوجبة او يجي اكل معايا يعني. يبقى انا كنت تباكل يبقى ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط يبقى انا هاختار ايه ماضي مستمر ماضي بسيط مش هتنفع مضارة مستمر مش هتنفع ولا هاد 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 ماضي تم برضو مش هتنفع مش عارف هو معلق على الماضي التام ليه? هنا هتبقى ايه ماضي مستمر لان الحدس كان شغال وهو ايه وصل وعندين هنا وين كمان وبعضها ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي مستمر. عايز اقول اختي حصلت على الدرجة الجامعية في الفين وكام الفين وتمانطاشر. ان وسنة في الماضي على طول انت هعرف اللي هي من اول ماضي البسيط اللي ان والسنة في الماضي بتدل عن ماضي البسيط. يبقى ماضي تم مش هتنفع. هاس جوت مضاورة تم مش هتنفع مش هتنفع. مش هتنفع تجي بالاستمرار لان هي خلال ك cheers commandsw послед ماضي مستمر مش هتنفع ماضي مستمر يايا شباب مش هتنفع. رقم هي ايه الغالعشة عندما عدنا الى البيت وماضي بسيط وماضي بسيط يبقى قبلها ماضي مستمر هنا ماضي مش هتنفع مضارع مع ماضي دي مبني المجهول ان ماشي هنا فاعل فمش هتنفع مبني المجهول في الماضي البسيط لم تكن تجهز العشاء عندما وصلنا ماضي يبقى هتدور على الماضي مضارع مش هتنفع وعدنا مستر اشرف مفرد فالما بفروض كانت تبقى جوز برضو مش هتنفع برضو عشان مضارع ولا هازجان هازجان يبقى تجيش مع هازجان الماضي يبقى هستخدم ايه جمعة السهلة وبسيطة ومفاش اي مشكلة صلى على نبي يا شباب طيب اصلى على محمد وعلى علي وصحبه وسلم رقم تقطوش بقولك هنا عمي عايز اقول اتصل بي الساعة تسعة كمان خطة له ولا ما فيش مش هتنفع عاجب اي ان جي باتكلم في الماضي مش هتنفع عاجب برضو ده مضارع مستمر مش هتنفع يبقى كلمني او اتصل بي لم يكلمني لم يكلمني لبعم بيجي بعضها المصدر على طول ال اي دي مش هتنفع ال اي دي مش هتنفع ال اس مش هتنفع يبقى كول مصدر لان بيجي بعضها الفعل ايه شباب بيجي بعضها الفعل في المصدر رقم خمس تراشر بيقول لك هنا مستر وليد اما ايه اللي رد عليه وقيل له ايه انا ما عنديش اي فاكرة وعايز جيقول مستر وليد هل مستر وليد عارض ان هو يساعد اما ايه اللي التاني ايه ما عنديش اي فاكرة والفاعل يبقى هنا ايه مصدر يبقى مش هنفع ده اللي نفاع اي دي لان ده بيجي بعضها المصدر مش هتنفع ماضي بسيط مع مضارع تام وهنا برضو مضارع تام مش هتنفع عاز اقول من اين حصلت على تلك البلوزة الرائعة عيتها السمع آآ اه استفهم يبقى عايز بعدها فعله مساعد يو مش فعله مساعد يبقى استبعده ويو برضو هنا فعله مساعد هستبعده مش هتنفع لان سي غلط فمش هتنفع يبقى شفت انحللت ازاي؟ تمام؟ تمت مساعدتي ولا مفيش حاجة بتدل على المضارع المضارع التام يبقى استبعد هف هل بدي اي هل بوث طب اي هل بيجي لازم بيجي بعض مفعول انا ساعدت في واجبي ساعدتي مين في واجبي فحاس ما انا ساعدت في واجبي مش هتنفع طب انا ساعدت في واجبي لا مش هتنفع طب انا تمت مساعدتي في واجبي آآ عافش مفعول يبقى انا رقية دي عندها ستشار سنة مولدت مؤخرا هو ايه مؤخرا عندها ستشار سنة تقول لي ولدت مؤخرا يعني صلى عن النبي على السلام ستشار سنة زيت مرة ولدت زيت مرة ماشي يا عم ايه في الفين وسبعة ولدت الفين وسبعة عايد ما فيش ايه مشكلة مشان فعجيب سيكستين اه سيكستين يورز دي تمام اللي بعدك يا شباب رقم تسعة واشر رقية انا قبلت اه بالصدفة رقية حلو الوقت ولا سكستين يورز ستشار سنة ولا دي مؤخرا ولا سنس طبعا هتكون دي مؤخرا اه لما وصلت كان في دوشة كبيرة جدا كان في دوشة كتير ايه الدوشة دي يا جماعة اه هاد ميد عندي هنا اه وماضي بسيط يبقى استبعد المضارع التام وير ميد النويز هنا مبني لمجهول تعم ا Regel تبقى مبني لمجهول لان النويز هي اللي بيتم فعلوها بس مش هتبقى ماضي بسيط ماش هتنفع واض ميكينج لان النويز مش فاعل يبقى واض بيينج ميد مبني المجهول في الماضي المستمر تابليها مستر لانه وانه ماضي بسيط ماضي مستمر واض بيينج ميد رقم واحد وعشرين بقول لك هنا يا شباب قولك شعر الدمية او العروس الصغيرة بتاع البنت كان ايه او قام دي اللي هي يتم تسريحه بس البي مش بتنطق عمرهم ما يجوا ابدا ممكن برضو عمرها ما تيجي ابدا لو قلت يبقى العروسة هي اللي بتنمي للشعر النفسها فمش هتنفع كام يبقى تبقى كامت مش كامت كامت يبقى تبقى اللي بعد كده رقم اه اتنين وعشرين بقولك هنا بسم الله من الساعة سبعة لحد الساعة كام حداشر اه لين كتبت ايه كتبت زاكر دراسة او بتراجع ولا وز رفايزد وز رفايزد دي اتبقى مبني المجهول مش هتنفع لان اللي هتبقى فاعل مش باتكلم في المضارع التام باتكلم في المواضي المجتمر لان احدد للوقت برضو دي مبني المجهول مش هتنفع يبقى تبقى ايه وال Brevising بالأعمال دروس لين كانت تدَّرس او يتم مراجعتها مبني المجهول وبرباشي مبني المعلوم في الماضي المستمر مش هتنفع ده ماضي تام مبني المجهول وانا باتكلمش في الماضي التام لان حدد دلوقتي في الماضي يبقى باتكلم في الماضي المستمر في المبني المجهول ده مبني المعلوم في الماضي التام ماضي مش هتنفع يبقى مبني المجهول في الماضي المستمر مبني المجهول في الماضي المستمر انا كنت متعود اصحى بدري او اصحى قبل او قبل شروك الشامس. used to get ولا to used get لا مش هتنفع. to get ممكن. to getting ما فيش was aware او became او got قبل used مش هتنفع. to be got مش هتنفع لانها مش مابلين مجهول يبقى ايه? to get. it's time we our lessons. it's time we studied ولا will study ولا studying ولا studied. it's time بتساوي I'd rather. لما يجيب بعدها فاعل يجيب الماضي ال a البسيط. تنساش زي I wish بالزبط. I wish the meeting yesterday. I wish معها تعبير زمني بيدل على الماضي. I wish معها تعبير زمني بيدل على الماضي. يبقى بدور على الماضي التام على طول. تمام? I wish معها تعبير زمني بيدل على الماضي بدور على الماضي التام على طول. جات في الدور التاني السنة اللي فاتت. مهمة. التريكات مهمة. عمره ما هتلاقيه بيدور لك على الفورم والحاجات دي. او حاجات من السنة للسنين اللي فاتت. عمره ما هتلاقي بيدور لك على والحاجات دي. تمام? بدور لك على تركيه كده. فانت تركز في الحاجات البسيطة دي. خاصة الوش والحاجات دي. تمام. ولكن اي واش. فين بقى الماضي التام? هاد اتندد. هاد اتندد ده مضارع اه تام مش هتنفع. مضارع بسيط مش هتنفع. ماضي بسيط مش هتنفع. يبقى هاد اتندد. هاد اي شباب اتندد. انفي تعبير زي بدور لعالماضي. ماما عايز اقول كانت بتجهز ايه? اه التربيزة عشان الغداء لما انا وصلت ايه البيت. يعني ارجعت البيت وهي لسه ايه? بتجهز. لزلك انا ساعدتها. يبقى هي كانت بتجهز. يبقى الفائل كان مستمر. يبقى ماضي مستمر. يبقى واضي ايه شباب ست مش هتنفع ست الواحد. ليه? لان هي هي ساعدتها يبقى ست دي لو قلت لو انت قلت ست دمعنا اللي هي خلاص خلصت التربيزة وعدت الصفرة وزبطت الدني. انما ست كده اه انما هي قلت هنا انا ساعدتها يبقى هي كانت لسه مخلصتش. مش بالكلام في المضارع التاني بالكلام في الماضي المستمر. ماضي مضارع مستمر مش هتنفع انا عايز ماضي مستمر. عايز اقول ماما رتبت اه او جاهزت الصفرة الغداء ومن ثم نادت علينا او اه نادت لنا يعني. هات ست ولا هات ست ولا واس ستنج ولا اس ستنج باتكلم في الماضي يبقى مش هتبقى اس ستنج تمام? آآ واس ستنج برضو مش هتنفع ماضي آآ مستمر. طب هات ست ده ماضي يبقى مش هتنفع مضارع ابدا ما فيش مضارع بيجي مع الماضي. وهات ست برضو مش هتنفع. ليه هات ست مش هتنفع يا شباب? قال لها كلهم بغاية مستر. طب آآ علشان ذن يا شباب. ذن دي بتدل على تتابع الاحداث او تسلسل الاحداث. تسلسل الاحداث يبقى حط مضارع بسيط ماضي بسيط فقط اللي هي هتبقى ست. هتبقى ايه ست? دي غرفة معاصر بس ما فيش مشكلة. هتبقى ست بس يشعب عشان ذن. تمام? عارف كنت انت تنفع ماضي تم? لو قال لك هات ست. قال لك هنا لو ذن ده ايه. بدالها كلمة لو فيه ما كان ذن كنت تنفع هات ست. انما ذن بتدل على تسلسل الاحداث. هنا. اه هير ثم. عزاول هي جرحة صبعها. الايس كذلك? طبعا هنا ايه? ماضي. مش هينفع عجب مضارع. مش هينفع عجب نافي مع نافي. ده في السؤال المزيل فاكرينه. تمام? هز هز هرد برضو ايس اه مضارع تان مش هتنفع يبقى هيرد. هي جرحة صبعها ايس كذلك? ولكن عالي. did you feed? عالي? where you fed? عالي? where you feeding? ولا you were feeding? اولا ده سؤال فاستبدل ايه? you. did you fed? did you fed? ما هو fed دي يطعم. ولازم يجب معها مفعول. هل انت اطعمت يا عالي? طب اطعمت ايه? ما الكلام مش واضح لو انت اخترت did you fed يا عالي? where you fed? عالي? هل تم اطعامك يا عالي? في انا عالي. اللي مبني المفعول. المبني المجهول. تنفع. where you feeding? هل كنت تطعم يا عالي? تطعم ايه? ما لازم مفعول. مش هينفع. يبقى عالي المفعول. where you fed? لكن علي. did you feed علي? هل انت اطعمت علي? ولا where you fed? ولا where you being fed? ولا you were fed? ها? هتبقى يا شباب. did you feed علي? هل انت اطعمت علي? يبقى علي هنا المفعول. تمام? لاحظوا اللي هنا كومة بس. كومة دي وضحت لك ان ده ايه? مخاطب. ده مخاطب. تمام? ده ايه? المخاطب اللي بتقلو الكلام. did you feed علي? انما علي هنا مفعول. التانية دي علي ايه? مفعول. هل انت اطعمت علي? تمام? where you feed علي? مش هتنفع بقى لان هنا على هيبقى المفعول. مش هينفع جيب. where you feed? مش هينفع جيب. مش هينفع جيب من المجهول. وهنا you مش هتبدأ بها السؤال مش هينفع. وهنا مش بتكلم في الماضي المستمر. I always up early when I was primary school student. انا دايما كنت متعود اصحاب بدري عندما كنت في المدرسة الابتدائية. او طالب في المدرسة الابتدائية. I always طبعا بتكلم في الماضي. يبقى get مضارة مش هتنفع. have got مضارة مش هتنفع. had got ماضي تام مش هتنفع. تمام? يبقى I you always got up early when I was primary school student. a sharp knife is used. ميت. اه ولا كنا السكين الحمية تستخدم في او تستخدم لي. عايز اقول قط على اللحم. يا اما تو قط يا اما فور قطنج. تمام? قطنج الواحدة مش هتنفع. قط الواحدة مش هتنفع. لازم يفعر فقارة. تو قطنج ما فطبقى لو ده هي اه كتنفع. I who had broken the glass window. انا عارف مين اللي قصر العايز اقول هنا انا عارف مين اللي قصر الاززز الشباك. قلت لك من سنين ما بتجيش اي اي نجي. اي نو ولا ديد نو ولا اي و سي هتنفع اي و سي ليه? لانه قلت لك لما بجيب الفعل المساعد قبل الفاعل ده اه بيأكد اللي انت عارف الحاجة او اللي الحاجة حصلت بالفعل. انا اتمنى اني يكون عند عربية ايه اكبر. في تعبير زي مني بيدل على الماضي? لأ. يبقى ماضي تام. يبقى ماضي بسيط ازر. سوري. يبقى ماضي بسيط. ما فيش تعبير زي مني بيدل على الماضي. يبقى ماضي. بسيط. كلام ده انا شرحته كتير. يجي كتير. المفوض ده الوقت المحدد اللي هو يعود في البيت. في تعبير الزي مني بيدل على الماضي? لأ. يبقى ماضي بسيط. اي وش. يو. مي تو ليند يو ماني. يو امبيرس مي. عايز يقول له ايه? انا اه وتتمنى اللي انت ايه? اه توليند مي اللي انت كنت تعيرني المال. يو اه اه امبيرس مي. يعني انت بتحرجني. هو بقول له ايه? كنت تتمنى اللي انت اه تعيرني المال. انت ايه? بتحرجني. بيتكلم فين يا شباب? في المضارع. هنا بيتكلم في المضارع. ما فيش حاجة بيدل على الماضي هنا. يبقى بيتكلم في المضارع بعد ايوش. يبقى انا عايز ماضي بسيط. فين الماضي بسيط? اولا ده ماضي تام? مش هينفع. ده ماضي تام برضو. هاد بتوصيف التالت مش هينفع. didn't ask ولا was asked? هنا you هنا فاعل. مش هينفع جيب was asked لانها تبقى مبينة مجهول. يبقى didn't ask. معناها ايه? I wish you didn't ask me to lend you money. انا كنت تتمنى اللي انت ايه? ما تطلبش مني اللي انا اغيرك فلوس. you impresses me. انت بت ايه? تحرجني. كلام مضارع. طب نفس المثال بس الكلام you only impressed me. انت بس اهمك كله انك ايه? كل اللي حصل اللي انت احرقتني. ماضي. هنا دي ماضي. وبعد I wish حاجة بتدل على الماضي. يبقى ماضي تام. I wish you me to lend you money. you only impressed me. كنت تمنى اللي انت ما تقوليش. هاتلي فلوس? انت احرقتني. احرقتني. يبقى ماضي. يعني اختار ماضي تام. يبقى hadn't asked. كنت تتمنى اللي انت ما تطلبش مني فلوس. انت احرقتني يا من اللذينا. تمام? مضارع تام مش هتنفع. ماضي بسيط مش هتنفع لان في حاجة بتدل على الماضي. تمام? وبرضو هنا ماضي بسيط مش هتنفع. on holiday i had a nice time. في الاجهزات انا ايه? في الاجهزة دي انا استمتعت بوقتي. ولا از ولا از مش هتنفع دول دي اللي انا كنت بقولها لك. ان ممكن يجي بعدها. وايه? او في حرف جر عموما. حرف جر وآآ حرف جر ومكان او زمان يعني حسن حرف جر هو ايه لبعضه. ده اسمه. وصول والدهم. الاطفال ابتهجوا. ها مش هتنفع وين بيجي بعدها بيجي بعدها اي نجي. طب اون ها? اون ولا ديورنج? تمام. ديورنج بيبقى اثناء حاجة. اثناء اه يعني حدث معين حاجة تانية حصلت. مش هتنفع اقول اثناء وصول باباهم ها? الاطفال مبتهجين. لا هقول لي عند وصول باباهم. اول ما وصل ما فيش فرق بين الحدثين بين وصوله وسعادة الاولاد يبقى خلق باباك مسافر في حدة بعد السنة مسلا ودخل عليك البيت. اكيد مش تفضل قاعد بقى ومش تعرف ايه ده انت هتجرى عليه. كنت بحب. لأ انت بس بتحب. هنا مبني المجهول في الماضي المستمر. مش هتنفع ديقى اي نجي اصلا. يبقى انا بحب. او كنت بحب بابا وماما. اكيد اجابها في الماضي كده يعني مش فيها. ماشي يا سيدي. عايز اقول العربية تتعطلت في منتصف الطريق. في منتصف يا شباب الطريق. اولا الفعل اللي هي تعطل لا تبنى المجهول. ولا تأتي في اي نجي. اكتبنا عندك. مهمة جدا. فعل بمعنى يتعطل لا يبنى للمجهول. ولا يأتي معه اي نجي. يبقى الاي نجي دي هاستبعدها. المبني المجهول ده هاستبعدها. الماضي التام. هاستبعده برضو. تمام? لان باتكلم في الماضي البسيط لان الماضي التام لازم يكون فيها داسين وارغابة زمنية والليلة كبيرة اوي هنعرفها بعد ان شاء الله. تمام تعال نشوف احنا فاهمين اللي احنا بيقوله ده ولا لا. عندي كام جملة خمس جمال ولكنها مستر محمد كان متعود ان هو ايه كان متعود على حب الشطة او الففر الحار فين في الطعم بتاعه ده معنى اللي هو ايه? طيب ما قلت يعني كان بيعمل حاجة وما عدتش بيعملها. لايك اتناول لسه بيحبها? لا. لايك اتناول لسه بيحبها برضو? لا. لم يكن يحبها لان الجبال في الماضي هنا. لا هو كان بيحبها. اه لان اه لان بيجي مع المضارع البسيط. بيجي مع المضارع البسيط يبقى مصر محمد بتدل على ايه? اللي هو لم يكن معتاد. ما كانش متعود اللي هو يحبه. لكن الوقتي اه او سوري اه اه ده معناه اللي هو ايه? بيحبه الوقتي. مو ممكن اه. لا امام هي هيجو عكس بعض. لو كان بيحبه? يبقى الوقتي معيدة بيحبه. طب لو ما ganش بيحبه يبقى الوقتي بيحبه. طب مش هينفع اتنين ناخي. يبقى isn't? برضو ده لا اهو هو فعلا ما كانش بيحبه ما عادش بيحبه? لا اهو ما كانش بيحبه بس ابقى بيحبه. مش هتنفع لان هو ما كانش بيحبه دي نافك التاتة دول نافي زي вزي دي بالضبط مش هينفع اجيب نافي مع aquí Tonyش انا وتمنى ان انا اكون غاني. جملة فيه تعبير زي ما يدل على الماضي? لا. يبقى ماضي ايه? بسيط. ده معنى ليس غاني. ليس غاني الوقت ولا ما كانش غاني قبل كده? لا ليس غاني الان. يبقى ايه? مش هتنفع. تمام? لان انا بقول لك انا انا بتكلم مسلا ما بقول اتمنى ان اكون غاني. ده معنا لنا ايه? مش غني. باتكلم في المضارع مش باتكلم في الماضي. مش هتنفع. طبع انت قلت يا مصر اللي بيجي بعدها ماضي. ماضي في الجملة بتاعتها. اهي ده الماضي بتاعها اهو. ده الماضي اهو. الي جي بعد مش. انا بجيب معنى للجملة. معناها بقى في المضارع اللي هو ليس غاني الان لان اييه لما يجي بعدها. ماضي بسيط ده معناه اللي هو بيتمنى حاجة عكس المضارع. حاجة عكسي ليه يا شباب? عكس المضارع. زي الجملة دي. كنت تتمنى لنصح مبرح بدري. تعب يا زي مني بيدل على ايه? الماضي. ده معنى ايه? اهولا كنت تتمنى لنصح مبرح بدري. يبقى هو ما صحاش بدري. يبقى يا سبيكر لم يستايقز بدري. او لم يستايقز وبكرهم. ايه ده شباب ده هنا هي لو هنا كانت تنفع انما هنا يبقى هتبقى تمام? يعني لو ده هي كانت هتنفع انما هتبقى ايه هو كان ميتمنى ليصحب بدري لكن صحيح متأخر. عندما كنت في المنزل. انا نسيت كل حاجة عن الشغل لانا كنت تشغاله. what does this mean? while at whom i forgot all about work. عندما كنت في المنزل او عندما عدت الى المنزل. نسيت كل حاجة عن الشغل. ما ممكن يكون صح. لان ايه وحرف ومكان صح مشكلة. during 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 مش بيجي بعدها مكان. وين ان وين ما مجيش بعدها حرف وقعدين المكان. ان هم ان مش بيجي بعدها مكان. يبقى تبقى ايه شباب? النقطة اللي انا قلتها لك. تاني نقطة تجي فيها. اللي هي وحرف وايه? وحاجة بعدها هي اما كان او اه او ظرف زمان. او ظرف مكان او ظرف زمان يعني. او صفة مسلا مش تنفع صفة. ظرف زمان او ظرف مكان. وقابلوهم حرف وقابلوهم يبقى وحرف وبعدين ظرف زمان او ظرف مكان. بس انما ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يجي وراهم الحروف تمام? كده اللي خلصنا الدرس التالي والرابع. اتمنى من كلنا قلبي ان تكونوا استفدته. وربنا وفقكم وعنكم ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك بالفيديو واعجاب او تعمل اعجاب بالفيديو وتشارك مع صحابك وتشترك في القناة لو انت مشتركتش. سبحان الله بحمدك. ان شاء الله يلاها انت. اشتركوا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.